السلام عليكم عزيزي طلبات وطالبات الصف الاول الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح يونت 2 الوحدة التانية إنها مادتي المفضلة طبعا محاضرة التانية طبعا لأول مرة يحضر معانا الملزمة دي بيسيب لك منها نسخة بيدروس القراءة بالاستماع بالتدريبات وفي مفاجأة حلوة النهاردة الناس في التعليقات قالت يا مصر انت مش بتحل معانا الأسئلة اللي فيها خلاص النهاردة بإذن الله في نفس الفيديو هنحال الأسئلة بس قبل ما نبتدي ياريت دعمنا بلايك اللايك بتاعك دي اللي انت محتاج المحتوى لان احنا مش بنقدر نشغل مراحل كتير جدا فالوقت بقليل جدا احنا نكمل فاحنا بنشوف الفيديوز اللي الناس محتاجها عليها لايك كبير واحنا نبدأ ايه نكمل للناس فياريت لو انت تقدر دعمنا بلايك ياريت دعمنا بلايك يلا كده نبتدي مع بعض اول حاجة عندي كلمة كانو 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 اللي هو معناها قارب طويل ضيق بيشيل فردين كده قارب ضيق سايكل يركب دراجة جاية من كلمة بايسيكل سنوموبيل اللي هي دراجة جليدية اللي هي موجودة في انجلترا مركبة بتمشى علي الجليد يوجاندا دي دولة اوغاندا اللي دولة اوغاندا يعني دولة فقارة افريقيا سكول يونيفورم سكول يونيفورم زي مدرسة سكول رولز القواعد المدرسية سكول أبجيكتز سكول أبجيكتز سكول أبجيكتز سايكل سايكل يكون الدراج فالو فالود يتبع فاطبول شيرتز فاطبول شيرتز قميس قرة القلم بنسل كيز بنسل كيز اللي هي المألمة آفس آفس اللي هو المكتب فورمز فورمز أشكال أو أنماط ترانسبورت ترانسبورت النقل والمواصلات ترافل 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 اللي هي سافر أجن أجن مرة سنية كالتشور كالتشور ثقافة طريقة أو وسيلة كلاس رومز كلاس رومز حقرة الدراسة سنامو بيل دراجة لديه كنو كنو اللي هو الزورك تيتشورز روم حقرة المدرسين موتور بايك دراجة بخارية تاول تاول من شاف أو فوتا فيليج قرية جورني رحلة طويلة ليك بانيوني بحيرة بانيوني في أغاندا يوغاندا اللي هي دولة مين؟ أغاندا بعد كده عندي وسائل المواصلات أول حاجة عندي اللي هي في القرية في المدينة في المدينة وهنا في المدينة كار أو تاكسي عالميا يبقى قارب بوت طب وفي الإير هوا يبقى بلين يبقى أنا عندي هنا في القرية هورس و كامل وبعد كده عندي في السيري في المدينة كار و تاكسي بعد كده عندي اللي هو البوت وبعد كده عندي اللي هي الطائرة بعد كده عندي أفعال غير منتظم يرتدي فورجت فورجت اللي هو يامسا الكلمة بقى لها مرادف مرادف يعني كلمة بتسويها وانتنم اللي هو الأبزت بتاعها كايند يعني طيب بتسوي فريندلي عكسها أونكايند أو أونفريندلي أوتسايد يعني خاري أوتدور إنسايد يعني داخل دينجرس خطير أنسايف سيف آمن فورجت يانسا ريميمبر يتذكر تشيب اللي هي رخيص عكسها إكسبنسف اللي هي غالي السمن أو إن إكسبنسف بعد كده عندي هنا بيقول إن يو إنا آي دي دي اسمها بريفكس يعني حاجة بتنضف في الأول زي هابي أني هابي تعني معنى موحد يوني فورم زي موحد يو إني جاتي عكس المعنى آنكايند جاية من كايند اللي هو طيب أو يو إس دي بقى في الآخر اسمها سافيكس تكون الصفة دينجرس اللي هي معناها مين خطير بعد كده عندي تعبيرات وحروف جرهامة يستغرق نفس الوقت يقول حاجات مش كويسة يتبع القواعد المدرسية يساعد كل مننا الآخر يعيش بعيدا عنه يقوم برحلة صعبة لي على جهة اليمين على الجانب الآخر في جدول المواعيد يعمل في مجموعات ينتقل على دراجة جليدية مهم لي يركب دراجة إلى عند جمع الأسماء المنتهية بY يصبح حرف ساكن يتم حصف Y ويضاف IS يعني إيه الكلام ده تعال كده إيه نشرحه مع بع لو أنا مثلا عندي كلمة زي كلمة story اللي هي معناها قصة وعايزين نجمعها بيقول لما تخلص بY وقبلها ساكن الـR ساكن طبعا هو الإنجلش فيه ساكن ومتحرك المتحرك A I E O غير كده ساكن الـR ساكن بتحظى في الـY وتقلب إلى I E S يبقى stories يبقى جمع stories تعال نشوف الأمثلة هنا مع بعض A happy hoppers أما إذا كان الاسم منتهى بحرف Y قبله حرف متحرك اللي هما الـA والـE والـI والـO والـU لا يتم حصف الـY ويداف IS فقط زي boy boys كلمة on time يعني في الوقت المحدد إنما in time في الوقت المناسب قبل الوقت المحدد أفعال تعبر عن طريقة الصفر لما أقول he cycles أنا عندي بقى الفعل cycle ده معنى أنه يروح بالإيه؟ يروح بالبايسيكل أو بالبايك طب لما أقول باسم always drive drive هنا على طول معناها باي إيه؟ باي كار طيب لما أقول we often walk to school بنمشي يبقى on foot على الأقدام راح ما يجوى لفلايز تو هرجادة بتطير له هرجادة يبقى باي بلين tourists sailed تو أليكزاندريا أبحاره يبقى باي بود أو باي شاب بالسفينة تعالوا نشوف بقى كده مع بعض reading or listening فاطمة بتكلم ماريوم بتقولها hi ماريوم is this Malak's bin هل ده ألم ماريوم؟ no that's judith's bin ده بتاع judith she always uses that ban دايما بتستخدمه فاطمة يتلاها okay whose bag is this طب ده حقيبة مين ماريوم يتلاها that's huda's bag هنا بيعلمني الأبوستروف S بتوضاف للإسم فاطمة no it's not huda's bag her bag is red this bag is blue فماريوم تقولها oh okay then it's Malak's bag بتاع شنط بتاع ملك فاطمة يتلاها there is a book on the desk في واحد على الدسك is that your book ماريوم تلاها no it's the teacher's book كتب المدرسين all the teachers use that book كل المدرسين بيستخدموا فاطمة قالت I know whose ruler is this أنا عارف بتعميل المسطرة دي it has dali and aziz names on it لما لايهي اسمه أشخاص بنضيف للإسم الثاني فقط موضوع التاني ناريتر حد بيحكي every morning children from this village in Egypt cycle to school كل يوم الطلبة دول في القرية دي بيروحوا المدرسة بالدراج it's a cheap and healthy way to travel رخيصة وصحية فالبوي بيقول when the roads are busy لما الطرق بتكون زحمة the bus is slow the bus is slow but the bike is quick لكن الدراجة سريعة ناريتر 2 بيقول these children live naked to lake بانيونين او جاندا دي بقى أطفال عايشين عند بحيرة بانيونين في او جاندا their school on the other side of the lake مدرستهم على الناحية التانية من البحيرة so they don't walk to school مش بيمشوا they go in a canoe بيروحوا في زورة the canoe takes the children to school بياخدهم للمدرسة and home again everyday بعد كده هنا البوي بيقول sometimes when it rains a lot لما بتمطر the water is dangerous الماء يرتبق خطير and we can't go to school that day وبنتطر نغيب ثالث وسيلة هنا this boy lived in the USA هذا الولد عايش في America in winter there is a lot of snow بيبقى في جليد the children travel to school on a snowmobile بيركبوا الدراجة الجليدية دي البوي قال it's cold but it's fun or fast and fun سريعة وممتعة نيجي بقى الدرس القرار الرئيسي برضو هيتكلم عن الثلاثة وسائل دول in some countries في بعض الدول the children live a long way from their school عايشين بعيدة عن المدرسة they don't go to school by car مش بيروحوا بالسيارة bus or train اول حاجة every morning children from this village in Egypt cycle to school بيروحوا بالدراجة it's a cheap and healthy way to travel they can always arrive on time بيوصلوا في الوقت المحدد تاني موضوع these children live naked to lake banyunine Uganda their school is on the other side of the lake so they don't walk to school they go in a canoe the canoe take the children to school and home again everyday اخر موضوع this boy lived in the USA هذا الولد عايش في امريكا in winter there is a lot of snow في جليد كدير جدا the children travel to school on a snowmobile بيروحوا بالسناومبيل بالدراجة الجليدية تعال بقى كده عشان نحل مع بعض وهسيب لك جمل تحلها there is a heavy we need to take our umbrellas يعني امبريلة شمسية شمسية بنستخدمها امتا؟ في الفق ضباب ويند رياح رين مطر ويفز امواج طبعا بنستخدمها في الرين في المطر pins الاقلام نوتبوكس الكراسة دي سكل اي يونيفورم ده زي مدرسي rules قواعد اشياء مواد دراسية طبعا دي اشياء some children in Egypt فيها اطفال في مصر to school bikes are fantastic recycl بيعيدوا تصنيع cycle بيروحوا بالدراجة swim يسبح جسي وخمن طبعا cycle عندما يركبوا دراجة the school should be followed in different schools لازم تتبع rules rulers المساطر rules القواعد روز الصفوف طبعا school rules اللي احنا بنقول عليه هي بقى قواعد مدرسية بعد كده بيقول لي some children in Uganda go to school in في اطفال في يوغاندا بيروحوا بالكانو زورق بلين طائرة rocket صاروخ موبايل تلفون طبعا بيروحوا بالكانو بالزورق we never unkind things to other students بيش بنقول حاجات وحشة للطلبة التانين talk يتحدث C يقول اسبك يتكلم سيارة طبعا اسمها C unkind things my school is a white shirt شرط ابيض and blue pants وبنطلون ازرق rule قاعدة uniform زي form استمارة picture صورة طبعا ده اليونيفورم اللي هو الـ A زي بعد كده بيقول لي buses cars trains and the motorbikes are formis الحاجات تعتبر formis يعني وسيلة نقط close ملابس transport وسائل نقل subjects مواد energy طاقة transport A is a small not report قارب ضيق for one or two people اللي بيشي الشخصة او اتنين شاب السفينة ferry المعدية كانو الزورك يات اللي هو الياخت طبعا اللي بيشي الone او two من ده على طول كانو اللي هو الزورك a is a vehicle that you can drive on snow بتمشي على الجليد cart عربيه الكارو bicycle الدراجة كانو الزورك snowmobile الدراجة الجليدية in some cities في بعض المدن children live a long from their school long way مسافة طويلة weight الوزن height الافتفاع length الطول طبعا way هسيب لكو بقى خلي بالك معايا بقى هسيب لك ايه اتناشر و تلاتاشر واجب بسقراهم معاك في التعليقات كده يلا سنقولها اللي عارف الاجابة اكتبها students always wear their school الطلب يلبس school uniform form reform perform i have a nice to keep my pins and rulers اللي بنضح فيها القلم والمسطرة pencil case pencil lunchbox pen يلا بقى كده نشوف درس الجرامر احللك عليه ومشروع عندك في القناة اللي هو الاباستروفي اس اول جملة معايا هنا بيقول لي this dress noha هذا الفستان not noha belonging ما ينفحش اي نجي كاتيج على طول belongs نقص حرف جر لاني belong اللي هي خص اللي هي حرف جر بتاعي اسمها اصلا belong to بيجي بعدها ضمير مفعول لو هنكمل لو اسم شخص belong belong to طب نوها او الفستان مفرد يبقى belong belong to يخص this is the they are talking about english دي غرفة النقط بيتكلموا عن الانجلش طب واجب كلمة teacher مدرس هنا تيتشارز خلاص او خلصانا باس يبقى نضح فصل عالية فقط لان هنا خلصانا باس لان انا عايز اقول غرفة المدرسين مش المدرس لو حطت الابسترو في هنا بعد الار هنا كده يبقى ديت غرفة المدرس وانا مش ينفعه لغرفة المدرس تعال نشوف الاختيارات teacher هنا مش ضايف teachers ده غرفة المدرس واحد teachers room اهي ده الشكل اللي احنا محتاجين بعد كده بيقول لي he bought a new هو اشترى كمبيوتر screen ليه شاشة الكمبيوتر طب ما احنا قلنا شاشة الكمبيوتر دي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها هي جماد والاباسترو في اس لا تضاف للجماد كمبيوتر زي ما ينفعش كمبيوتر زي ما ينفعش كمبيوتر بس هنا كمبيوتر زي جماعة يبقى نختار C لانها لا تضاف للجماد مش هنضيف اي حاجة who's bag is this it's وجايب بنت اسمها دينا طب دينا ينفع انضاف لها اه عادي خالص هنا دينا ملهاش هنا دينا ستاعم بيقى دي we will meet at 6 انزا هنتقابل في موقف السيارات طب موقف السيارات برضو يعتبر ايه جماد يكتب عندك جماد يبقى مش هنضيف cars 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 car park بعد كده بيقول لي the tail is black tail اسود و جاب كلمة cat القطة ينضاف لها اه احنا الانسان والحيوان cat ولا cats يبقى طبعا زكاة tail دي للقطة يكون it's not bag hair bag is red جايب هودا 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 وبعد الاس هودا هنا لأ طبعا يبقى الشكل ده this is not my ball دي مش كورتي it's is not ball انها كورة دي مش كورتي يبقى دي كورة مين تعان شوف بقى كلمة children طب كلمة children اهي اطفال اخرها اس لا يبقى نضيف لها عادي مفيش مشكلة تعان شوف جايب لي children's بعد الاس لا child's لا دي هو طفل واحد child children's يبقى دي كورة الاطفال i go to school in my not car في الكور بتاعت الاس والدين والدين يعني parents يبقى الفصلة في الاخر parent parents طبعا يبقى parents بعد كده بيقول لي my mother wants to buy me عايز اجيب لحمة so she went to that راح اطمين بقى محل الجزارة putchars putchars محل الجزارة اللي هي بتضاف لبعض الاماكن علي بروك زي نعط لك ياستر دي كسر رجل ايه رجل الترابيزة الترابيزة جامعية دي بقى مش هنضف لها table ملهاش هنا فائز وهنا فائز وهنا فائز هي بقى نختار اول واحد بعد كده ايه بيتكلم بي بيقول له tablet is this it's mine ده بتاعي milkman يعني ايه بقى هو ولا وين ولا هوز ولا هاو طبعا milkman اسمها هوز بعد كده the box are on the table give the box to them او عايز يقول كتب الطلاب مش كتب الطالب لان بيقول لي ادها لهم طلاب يعني students اجد فلاه خلاص يبقى فاصلة بس كده عايزين الشكل ده بقى students ده طالب واحد students دي بقى لية طلابي لان في جملة التانية يتكلم عن جامع my father went to the mechanic to fix the نوع الدور عشان يعد الباب السيارة انا قولنا السيارة جامعي cars cars car is car يبقى مش هنضيف طبعا يبقى car فقط وبكده نكون وصلنا لنهاية lesson 3 & 4 عنده اي مشكلة في الانجلش اكتب لينا في التعليقات انتظرونا في فيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة